اشتركوا في القناة القناة واحد ده كان القانون بتاعني عند اجراء ثابت الضغط وكنا اخذنا مسألة وكانت المسألة بتقول استوانة عديمة التوصيل قطرها الداخلي 100 ملي متر تحتوي على هواء مزود بمكبس عديم التوصيل وعديم الاحتكاك يزن 15 نيوتن وكانت درجة حرارة الهواء عند بداية عند البداية 15.5 درجة سليزية وبقول لي كان المكبس على ارتفاع 150 ملي متر فوق قاعدة الاستوانة فاذا اضيفت طاقة حرارية للهواء جعلت المكبس يرتفع 150 ملي متر اخرى خلي بالك كان ارتفاعه الاول 150 وبعدين طاقة حرارية تاني الضافت فخلته ارتفع 150 تاني وبقى الارتفاع الاول 150 والارتفاع التاني 300 زي ما قلنا والوزن بتاع الهواء بتاعي او وزن المائع بتاعي 15 نيوتن ودرجة الحرارة التي واحد كانت 15.5 درجة سليزية وكان القطر الداخلي للمكبس بتاعي 100 ملي متر طبعا احنا كنا قرينا المسألة لكن ما كناش كملناها حل فهنكملها مع بعض فبنقول يرتفع 150 ملي متر اخرى فاذا علمت ان الضغط الجوي هو 1.13 من 1000 بار عين كمية الطاقة المعطاة للهواء والتغير في الطاقة للهواء اذا علمت انه للهواء السي بي يعني الحرارة النوعية للهواء عند صبوط الضغط بتساوي 1 كيلو جول لكل كيلو جرام في الكلفن والار بتساوي 0 287 من 1000 كيلو جول لكل كيلو جرام في الكلفن عايز هو يحل المسألة فاتفقنا مع بعض حبيبي ان انا بقرأ المسألة كويس وببدأ اطلع المعطيات اللي هو الدهالي في المسألة وابدأ اترجم للمعطيات دي اشوف القانون اللي يمشي معايا ايه وابدأ استخدمه مع مراعات الملاحيز اللي هو الهالي في صياق المسألة واستخدمها كويس عشان ابدأ احل لان الكلمة هتفرق معايا في القانون اللي انا هستخدمه فقال لي ان اديه قطر المكبس بتاعي او قطر الاستوانة بتاعتي او الحيز بتاعي المنظومة بتاعت اللي انا شغال فيها 100 ملي متر طيب عشان احول من الملي متر للمتر بقسم على 1000 لان اعارف ان المتر في 1000 ملي متر يبقى بقسم على 1000 يطلع الاستوانة بتاعتي عبارة عن 1 من 10 متر درجة حرارة الهوى عند النقطة الاولى او عند البداية كانت 15 ونص درجة سيلي زي طيب ارتفاع المكبس بتاعي عند بداية الشغل بتاعي او بداية او عند النقطة الاولى بتاعتي كان اتش واحد بيساوي 150 ملي متر اللي هو بيساوي 15 من 100 متر طيب 15 من 100 ليه لان لو اسمت على 1000 عشان يحول من ملي متر ليه المتر زي ما قلنا طيب الاتش اتني اللي ارتفاع التاني زي ما قلت كده كان 150 واتحرك تاني 150 بقى 300 ملي متر يبقى الارتفاع بيساوي بالمتر 3 من 10 متر طبعا القوة اللي بيضغط بيها الهوى على حيز المكبس او على المساحة بتاعت المكبس المعرضة لضغط الهوى بتساوي 15 نيوتن اللي هو قوة ضغط الهوى بتاعتي هنا البيل الهوى بتساوي 1 و 13 من 1000 بار اللي هو لو اسمته لو ضربته في 100 اسف عشان احوله من البار للكيلو نيوتن زي ما قلت احول من بار للكيلو نيوتن بضرب في 100 لو عايز احول من البار ليه النيوتن بضرب في 10 اس 5 عشان احول لنيوتن على المتر المربع هنا انا بحول من البار للكيلو نيوتن بس بضرب في 100 يبقى الضغط بيساوي 101 و 3 من 10 كيلو نيوتن على المتر المربع لان طبعا الضغط انا دايما متعود انه قوة على مساح مديني السي بي اللي هو الحرارة النوعية قلنا عندي صبوة الضغط بتساوي 1 كيلو جول لكل كيلو جرام في الكلفن ومديني الار بتساوي 287 من الف كيلو جول لكل كيلو جرام في الكلفن هو عايز لكيو وعايز الدلتا يو اتفقنا ان الدلتا يو ده عبارة عن التغير في الطاقة الداخلية للهوى اللي هي بتساوي يو 2 ناقص يو 1 يبقى عندي المعطيات بتاعتي انا قدرت اطلحها والمطلوب بتاعي قدرت احدده ابدأ اشوف هوصل لايه في المسألة اول حاجة فكرت فيها حبيبي انه مديني القطر ليه عشان احسب المساحة بتاعة الستوانة طب انا احسب مساحة الستوانة ليه مستر عشان اضربها في الارتفاع يديني الحجم فيه واحد لما اضربها في الارتفاع الاول ومضربها في الارتفاع التاني يديني الحجم فيه اتنين طب نيجي نشوف نعوض بها كده ونشوف يبقى الايه اللي هي مساحة الستوانة اللي هي اتفقنا ان هي عبارة عن مساحة دايرة لان المساحة المعرضة لضغط الهوى اللي عندي عبارة عن جزء دائري يبقى بحسب مساحة الدايرة اللي هي البي دي تربيع على اربعة طبعا البي اللي هو 314 من مية على اربعة اللي انا عرفها والدي اللي هو القطر انا حولته بالمتر اللي هو من دهول ميت ملي متر اللي حولته الواحد من عشرة متر يبقى واحد من عشرة تربيع وببدأ اضرب بالقل الحسبة بتاعتي 314 من مية في الواحد من عشرة لكل تربيع واشوف هتطلع كام واقسمهم على اربعة يديني ان المساحة بتاعتي هتطلع 0 point علامة 007 8 5 4 متر مربع يبقى دي طلعت المساحة بتاعتي بالمتر المربع لو انا خدت المساحة دي حبيبي وضربتها في الارتفاع الاول اللي هو الاتش واحد اللي هو كان 15 من مية متر هتديني الحجم بتاعي اللي هو البي واحد كان علامة عشرية 0011 78 متر مكعب هذا الحجم بتاعي عند النقطة واحد او عند بداية الحركة بتاعتي او عند بداية التشغيل بتاعتي زي ما انت عايز تقول اول انما هي دي الحج للنقطة كام واحد قدرت اجيبه طب انا عايز اجيب البي اتنين الحجم عند النقطة اتنين يبقى المساحة بتاعتي اللي انا جبتها عادي خالص بضربها في الارتفاع التاني اللي هو 3 من 10 متر وهيطلع لي الحجم بتاعي او البي 2 بساوي علامة عشرية 0023 556 متر المكعب طبعا هنا الارقام كبيرة فانا لازم اكون متضرب على استخدام الالة الحسبة كويس واركز فيها عشان ما اتلخبط شوان الرقم غلط طيب انا جبت المساحة وجبت الحجوم منها اللي فيه واحد والفيه اتنين طب بالمرة استفيد من المساحة واجيب قيمة الضغط وهم يدين القوة لو انا اسمت القوة على المساحة هيدين الضغط بتاعي بساوي كام يبقى هنا ان البي بتساوي الاف على الايه يبقى الاف بتاعت اللي هي الخمستاشر على المساحة اللي انا حسبتها هيطلع لقيمة الضغط الف تسعمية وتسعة و خمسة وتمانين من مية نيوتن على المتر المربع دي قيمة الضغط اللي انا جبته طب ده قيمة الضغط الهون ده قيمة الضغط اللي موجود داخل الاستوانة قيمة الضغط الهوى على مساحة المكبس اللي موجود داخل الاستوانة طب ما هم يديني ضغط للهوى تاني يبقى الضغط بيه واحد بيساوي الضغط اللي انا جبته زائد الضغط الهوى اللي هو مندهولي مجمع اللي تنين على بعض اللي هو بيه واحد مية وواحد و تلاتة من عشرة هتطلع مية و تلاتة واحد و عشرين من مية كيلو نيوتن على المتر المربع طبعا الناس تلخبطت قال له يا مستر ده انت الضغط بتقول الف تسعمية وتسعة و خمسة وتمينين من مية ازيه كتبت هنا واحد وتسعة واحد وتسعين من مية قال له ما انا اسمت على الف لو تلاحظ كده عشان احول من نيوتن لكيلو نيوتن واشوف الواحدة هنا نيوتن والواحدة هنا كام كيلو نيوتن يبقى انا اسمت على كام على الف ليه الف عشان ابسط الارقام الكبيرة اللي عندي دي شوية يبقى هنا مأسم ده على الف هيبقى واحد وتسعة واحد وتسعين من مية قربت كمان التسعة مع الصفر خليتها واحد يبقى واحد واحد وتسعين من مية زائد الضغط اللي هو من دهولي لو انا قريت المسألة كويس بقول لي انه الضغط هنا ثابت يبقى البي واحد بتساوي البي اتنين بتساوي مية وتلاتة واحد وعشرين من مية كيلو نيوتن على المتر المربع يبقى انا قدرت احسب خلي بالك البي واحد قدرت احسب البي اتنين قدرت احسب البي واحد قدرت احسب البي اتنين يبقى من هنا اقدر اجيب الكتلة بتاعتي اقدر اجيب درجة الحرارة منين من القانون العام للغازات اللي بقول لي ان البي واحد في واحد بتساوي الام في الار في تي واحد يعني المسألة سهلة وبسيطة خالصة احنا ما عملناش حاجة غير ان انا حسبت فكرت بس هو مديني القطر ليه حسبت منه المساحة طب اما حسبت المساحة على مديني الارتفاع ليه اضرب المساحة بتاعت الدايرة او مقطع المكبس بتاعي في ارتفاع اللي هو محددهولي بتاع الهوى داخل الاستوانة يبقى انا جبت حجم الاستوانة بتاعتي اللي هو في واحد الحجم ده او الارتفاع ده اتغير من في واحد لفي اتنين يبقى اضربه في المساحة برضو يديني في اتنين ومن هنا قدرت اجيب في واحد وفي اتنين وقدرت اجيب القوة بتاعتي قوة الضغط بتاعتي ان انا اسمت القوة على المساحة اللي انا حسبها قدرت اجيب قوة الضغط يبقى المسألة سهلة وبسيطة بس اراها بالراحة وبتأني وافهم هو عايز ايه في المسألة لما جبت البي والله ضفت عليها ضغط الهوى نفس اللي هو مدهولي يبقى قيمة الضغط الكل عند النقطة واحد بتساوي الضغط اللي انا حسبته زائد ضغط الهوى اللي هو طلع معايا بقيمة سابتة وطلعناها قبل كده طيب لما اجي استخدم بقى القانون بتاعي القانون العام بتاعي البي واحد بتساوي الام في الار في التي يا مصر ده ما عندش مجهول انا ما عندش مجهول غير الام بس لو تلاحظوا يبقى انا هقدر اجيب من هنا كتلة الايه الكتلة بتاعت الايه الهوى او كتلة الماء اللي موجود عندي ايا كان هو اسمه ايه يبقى هنا الام بتساوي البي واحد في واحد على الار في التي واحد طيب البي واحد اللي انا حسبها مية وتلاتة واحد وعشرين من مية في البي واحد اللي هو الحجم الاول عند الارتفاع الاول اللي انا ضربته في المساحة اداني البي واحد اهو باكتب كمتو اللي انا جبتها الار هو مدهالي معطى في المسألة في الاخر كده قال لعلما بان السي بي بساوي كذا والار بساوي كذا فالار بتساوي 287 من الف في درجة الحرارة المطلقة خلي بالك بقولي درجة الحرارة المطلقة عند النقطة واحد او عند بداية الحركة بتاعتي كانت 15.5 سنتجريت لازم احولها للدرجة المطلقة يعني للدرجة كلفن يبقى بجمع عليها 273 زي ما احنا عارفين قبل كده من المحاضرة اللي فاتت ان العلاقة بالتنين ان انا بجمع 273 اللي هي الصفر بتاعتي في بداية التدريج بتاع اكن دي الصفر كلفن بتاعي ده الصفر بتاعي اجمعه على الدرجة السليزية يحولها لي من سليزية لمطلقة او من سنتجريت لمطلقة او الكلفن بتاعي وتتحول لدرجة مطلقة بخلص بالقلع الحسبة بتاعتي طبعا زي الشاطر كده لتندل في بعض بضربهم في بعض واكتب قيمتهم وبعدين اجمع دول واضربهم في بعض واكتب قيمتهم وبعدين اقسم اللي فوق على اللي تحت تديني القيمة بتاعتي اللي هي 147 من 100 الف كيلو جرام يبقى الكتلة بتاعت المائع بتاعي او الهواء بتاعي طلعت 147 من 100 الف كيلو جرام طبعا انا جبت الكتلة طبعا انا ممكن اجيب درجة الحرارة هو مش مديني درجة الحرارة عند البداية 15 ونص اللي انا جمعت عليها 273 عشان احولها من ليه الكيلفن طب انا ممكن اجيب تي 2 من القانون بتاعي ان انا بقول له والله ان البي واحد في واحد على تي واحد بتسوي البي 2 في 2 على تي 2 ركز كده معايا انا قلت اللي ان بي واحد بتسوي البي 2 هيروحوا مع بعض هيتبقى لي في واحد على تي واحد وبتسوي في 2 على تي 2 اه في واحد على تي واحد بتسوي في 2 على تي 2 طب تي 2 لما اجي عوض في المسألة البي واحد معروف قيمته اللي احنا حسبينه اللي هو 1178 من مليون طبعا في علامة عشرية عندها هي بعد ستة ارقام على التي واحد اللي هي خمستاشر زائد الميتين تلاتة وسبعين قلنا عشان احولها للدرجة المطلقة بدل ما هي سنتجريت تتحول للدرجة المطلقة بتساوي الفي تنين اللي انا حسبه من المساحة بتاعتي في الارتفاع التاني بتاع الاستوان اللي هو من الدهولي لما تغير الارتفاع من الواحد ونص للتلاتة اهو متين الفين تلتمية ستة وخمسين من مليون على التي تنين المجول اللي عندي التي تنين يبقى التي تنين بتساوي الطرفين في وسطين يبقى التي تنين بتساوي الفين تلتمية ستة وخمسين من مليون في 273 زائد 15.5 اللي هي في 288.5 جمعتهم على بعض على 1178 من مليون هيتطلع لي بالالة الحسبة كده مضرب الاتين في بعض واقسمهم على دي هيطلع لي خمسمية سبعة وسبعين درجة سنتجريت طب هنا يا أستاذ انت بتقول لي سنتجريت ليه ده المفروض درجة كلفنية رافو عليك يبقى هنا دي المفروض ان التين تنين طالع بالايه بالكلفن بتاعي طيب اما اجي احسب انا جبت الام وجبت درجة الحرارة لا ما انا لسه قيل القانون ان الكيو بتساوي الام في السي بي في التين اتنين نقص التين واحد او الام في السي بي في الاتش اتنين او الاتش اتنين اسف نقص الاتش واحد فانا اللي موجود عندي الكتلة جبتها موجود عندي السي بي هو مدهالي موجود عندي التين اتنين حسبتها والتين واحد هو مدهالي اقدر احلة واجيب كمية الطاقة الحرارية المعطاة يبقى هنا الكيو بتساوي م سي بي سي بي التين اتنين نقص التين واحد طبعا قلنا الامة عبارة عن كتلة الهواء الـ CB الحرارة النوعية للهواء عند سبوط الضغط عشان كده قلت بي واحد بتسوي بي اتنين التي اتنين التي المطلقة درجة الحرارة المطلقة عند النقطة اتنين والتي واحد درجة الحرارة المطلقة عند النقطة واحد يبقى لكيوب تساوي 147 من مئة الف في اللي هي دي الكتلة بتاعة اللي انا حاسبها في الـ CB اللي هو واحد التي اتنين اللي انا لسه حاسبها خمسمائة سبعة وسبعين ناقص التي واحد بتين تمانية وتمانين ونص ومن هنا اطرح الاتنين من بعض والناتج اضربهم في الكتلة بتاعتي في الواحد الصحيح هيطلع للكيوب تساوي 424 من الف كيلو جول وكده انا قدرت احسب له الكتلة او الطاقة الحرارية المعطاة عشان يتحرك ارتفاع الهواء من المتر ونص او من المية وخمسين ملي متر ليه التلتمية ملي متر اللي هو مدهملي في المسألة يبا انا قدرت احسب له كمية الطاقة الحرارية المعطاة بسهولة ان انا فكرت في المسألة هو مديني تاني القطر ليه عشان احسب منه المساحة طب اما حسبت المساحة جبت الـ V1 عند الـ H1 عند الارتفاع الاول وجبت الـ V2 عند الارتفاع التاني وقدرت اجيب الضغط اللي هو مديني قوة قوة الضغط بتاعت الهواء على المساحة اللي انا حسبتها قدرت اجيب الضغط ومن هنا قدرت أحسب الكتلة بتاعتي من القانون العام بتاع الغازات البي واحد في واحد بتساوي الام في الار في التي والار هو مدهالي والتي واحد مدهالي والبي واحد مدهالي والبي واحد أنا حاسبها قدرت أحسب الكتلة بتاعتي وقدرت أعوض في القانون بعد كده اللي هو قانون الطاقة الحرارية اللي هو الكيوب الساوي الام في السي بي في التي 2 نقص التي واحد وقدرت أستغل كل معطى في المسألة عشان ووظفه للقانون اللي انا عايزه المسألة زي ما احنا شفنا هي طويلة وحلها طويل لكن مفهومة وسهلة وبسيطة لو انا فكرت بالراحة وقدرت اطلع معطاة المسألة مظبوط وحل براحة خالص طبعا انا جبت لQ عندي الDU او التغير في الطاقة الداخلية اللي هو U2 نقص U1 هو عايز التغير مش عايز U2 ولا عايز U1 فبحسب له U بتساوي لQ نقص W من القانون بتاعي قبل كده اللي احنا واخدينه لو نفتكر كنا بنقول Q نقص W بتساوي U2 نقص U1 وقلنا ممكن نشيل U2 نقص U1 وقت بما كانها الDU يعني التغير في مقدار الطاقة الداخلية للمائع بتاعي اللي هي بتساوي كمية الطاقة الحرارية نقص الطاقة الحرارية المبزولة لعمل شغل او بقول الطاقة الحرارية النتجة عن بازل الشغل يبقى هنا الشغل بتاعي لو نفتكر برضو كان بساوي الطاقة الحرارية بتاعت الشغل كانت بتساوي الضغط في V2 نقص V1 طب انا كتبت ده ليه عشان اقدر اجيب الطاقة الحرارية بتاعت الشغل اللي موجودة عندي لان هو اعايزها وهي مش موجودة عندي مش معطة عندي انا عندي الضغط انا حسبته اللي هو مجموعة ضغطين زي ما قلنا افتكرنا مع بعض اهو مجموعة ضغط الناتج عن القوة على المساحة زائد الضغط اللي هو مجدهولي ضغط الهوى اللي هو مجدهولي اما جمعتهم الاثنين على بعض اداني مية وتلاتة وواحد وعشرين من مية في ال V2 اللي انا حسبه نقص ال V1 اللي انا حسبه برضو من المسألة وجمعت طرحت الاثنين من بعض ادربتهم في قيمة الضغط اداني قيمة الطاقة المبزولة او القيمة الطاقة الحرارية نتجت عن الشغل المبزول اللي هي بتساوي 1219 من 10,000 كيلو جول وقدرت احسب كده طاقة الحرارية بتاعت الشغل طب هقف كده لا ده انا هعوض بها في القانون وهعوض ب Q اللي انا جبتها عشان اقدر اجيب الدلتا U يبقى هنا بقول ان الدلتا U بتساوي لQ نقص ال W زي ما قولنا قبل كده طب لQ انا حسبته من الاول اللي هو ربعمية اربعة وعشرين و W طالع بسالم طالع ب 1219 من 10,000 لما ترحم الاتنين من بعض هيطلع للدلتا U او التغير في الطاقة الداخلية لهوى اللي عندي اللي داخل الستوانة بيساوي 3021 من 10,000 كيلو جول يبقى ده التغير في مقدار الطاقة الداخلية كده زي ما احنا شوفنا حبيبي قدرت اقرى المسألة قدرت اترجم المسألة لمعطيات او رموز زي ما انا متعود قدرت استخدم القوانين المناسبة ليا طب ما جيت استخدم القوانين لقيت فيه معطيات في القانون مجهولة يبقى الاول برجع للمسألة كده وقراها ألاقي مديني زي ما قلت القطر يبقى احسب منه المساحة ما حسبت المساحة قدر اجيب القوة الضغط بتاعتي بنقف على المساحة يديني الضغط بتاعي قدرت احسب من المساحة الحجم ان انا ضربت فيه في الارتفاع جبت الحجوم بتاعتي وقدرت اعوض في مسألتي بعد كده وقوانيني وحل المسألة بتاعتي نيجي الجزئية بعد كده تانية اسمها الدورات الهوى القياسية وبينقصين كده بقول عليها المسالية يعني ايه المسالية انا بقول ان الهوى اللي عندي ده بيسلك سلوك الغاز المسالي اللي عندي بعتبره غاز مثالي زي مثلا ما جي اخد الات الاحتراق او الات الحرارية زي الات الاحتراق الداخلي زي بالزبط كده محرك العربية ابسط حاجة عندي اللي هو المكبس اللي بتحرك داخل الاستوانة في العربية من ضمن محرك العربية اللي بيضغط لي الشحنة عشان يعمل احتراق والاحتراق يأثر يطلع نواتج الاحتراق بتاعته او غازات العدم اللي انا بقول عليها تضغط لي على المكبس تنزله تاني للمقطة الميتة السفلة يقوم المكبس ضاغط على عمود الكرانك بتاعي او عمود المرفق بتاعي ويبدأ يشغل المحرك بعد كده وتبدأ تمشي العربية بتاعتي فبقول هنا ان ابسط حاجة او تصور للالات الحرارية دي هي الات الاحتراق الداخل اللي انا بقولها دي ومائع التشغيل هنا انا بفترضه ان هو الهوى مع ان فيه كمية بعض الزملاء بيقولولي فيه كمية من البنزيم او فيه كمية من الكيروسين فبقول لا انا باعتبر ان الغاز هو الهوى لان الهوى هو شامل حجمه اكبر من حجم رزاز البنزيم اللي عندي لان البنزيم بتحط يدوب رزاز بسيط على درجة الضغط ودرجة الحرارة وبديله شامعة الاشتعال بتديني الشرارة تقوم تحصلي الاشتعال ويبدأ الغازات دي تنحرق او الهوى يتحرق مع البنزيم وينتج غازات للعادم او غازات الاشتعال اللي نتجد دي هي اللي بتتغطل على المكبس بترجعه تاني لنقطة الميتة السفلة عشان يبدأ مشوار تاني وجديد تاني فبقول هنا انا باعتبر ان الهوى هو هو بيسلك سلوك لو انا بقول غاز مثالي بس الوقود اللي عندي ممكن يكون من البترول الخفيف زي البنزيم او الوقود الزيتي التقيل يعني ممكن يكون مادة قابلة للاشتعال ولكن لازجة او مادة قوامها متماسك شوية عن البنزيم زي مثلا الجاز او المواد الاخرى القابلة للاشتعال في بعض المحركات طبعا هنا انا بستخدم الات الاحتراق الداخل دي في كل وسائل المواصلات سواء البرية او السكك الحديدية او البواخر او الطائرات وعندي الات الاحتراق دي بتنقسم لنوعين الات الاحتراق دي بتنقسم لنوعين نوعين اوه هما النوعين نوع اول اللي هو بتستخدم سلسلة من الاجراءات بدون تدفق لتحويل الطاقة الحرارية الى طاقة شغل يعني ايه يعني الاحتراق بيتم داخل المنظومة بتاعتي مفيش احتراق او المادة بتاعت اللي بتحترق دي ما بتتدفقش خارج الاستوانة وبيتم احتراقها كامل داخل الاستوانة فبقول هنا احتراق ده بدون تدفق او اجراء بدون تدفق وفيه اجراء تاني بيحصل فيه تدفق او تحويل الطاقة الحرارية الى طاقة شغل زي التربينات الغازية يبقى هنا الات الاحتراق الداخلي تنقسم لنوعين النوع الاول تلك التي تستخدم سلسلة من الاجراءات بدون تدفق لتحويل الطاقة الحرارية الى طاقة شغل مثل الالات الترددية اللي هي محركات الاحتراق الداخلي زي ما قلنا في العربية بيحصل احتراق ومتضغط على المكبس يقوم المكبس يبدأ يشتغل هنا نواتج الاحتراق ما تلعيتش برا لكن ممكن يحصل تدفق لتحويل الطاقة الحرارية الى شغل بيحصل تدفق بس زي مثال عندي تربينات الغازية لو جيت اشوف دورة حجم ثابت او دورة اوتو زي ما احنا في المنحنة كده عندي ونيجي نشوفها وندرسها كويس ونشوف تتحسب ازاي بقول هنا ان دورة الحجم الثابت او دورة الاوتو دي يعني كناية عن دورة بنزيم مثلا اللي هو السائل اللي عندي او الماء اللي عندي اللي انا بستخدمه عبارة عن هوا مع رزاز البنزيم فانا بقول المنحنة بتاعي كوين لي اربع نقط نقطة واحد اتنين تلاتة اربعة وبقول ان المنحنة دوت ثابت او بيشتغل بناءا على العلاقة ان البي في البي اوس جامع بتسوي ثابت يعني الطاقة ال الداخلية بتاعتي او طاقة التدفق بتاعتي عبارة عن البي في البي الوس جامع بتسوي مقدار ايه ثابت يعني الطاقة هنا ثابتة زي الطاقة هنا ما هي ثابتة طيب نيجي نشوف الجزء من واحد لاثنين الجزء بتاع المنحنة من واحد لاثنين زي ما مربص كده للرسمة تحت كده انا بمثلك بمكبس واقف عند النقطة مثلا الODC وهيتحرك للنقطة IDC بول النقطة الميتة السفلة او النقطة الميتة العلي او النقطة الميتة السفلة للنقطة الميتة العلي او النقطة الخارجية للنقطة الداخلية فهنا ادق تعبير في نظر انا اللي هو تعبير المحركات بتاعتنا من النقطة الميتة السفلة للنقطة الميتة العلي المكبس اتحرك من النقطة الميتة السفلة لنقطة الميتة العليا اهو ضغط يبقى مشي من المرحلة من واحد الاثنين مع مراعاة ايه ان طاقة التدفق بتاعتي سابت البي في الفي او السجابة بتسوي سابت بتسوي سابت من واحد الاثنين او من تلاتة الاربعة هي نفس القيمة هي هي ما تغيرتش طيب هنا بقول ده اجراء ادي باتيكي وانعكاسي انعكاسي ليه لانه رجع من النقطة تلاتة للنقطة اربعة برضو اكنه بدأ من نقطة اتنين للنقطة واحد هو هو بقول هنا ان البي واحد الضغط عند النقطة واحد او عند النقطة الميتة السفلة البي واحد في البي واحد السجامة بتسوي الضغط عند النقطة اتنين في البي تنين عند النقطة اتنين السجامة ومن هنا اقدر اقول له والله ان التي تنين درجة الحرارة المطلقة عند النقطة 2 على درجة الحرارة المطلقة عند النقطة 1 بتساوي الفي 1 على الفي 2 القس جاما ناقص 1 وده في المنحنة من الواحد لكام لاتنين طب من اتنين لتلاتة لو انت لاحظت كده من اتنين لتلاتة عبارة عن ان الحجم سابت لكن الضغط ما له بيزيد يبقى الحجم سابت في ثبوت للحجم ولكن الضغط ما له في زياد طب من 3 لال4 الضغط بدأ يتغير او يقيل لكن الحجم بدأ يتغير هو اراخر لكن مع مراعات ايه ان البي 1 هنا بتساوي البي 2 هنا أو البي 1 ااسف في البي 1 بتساوي البي 2 في البي 2 بتساوي البي 3 في البي 3 بتساوي البي 4 في البي 4 يبقى هنا اي جزء على المنحنة طاقة الحرارية او طاقة التدفق لبتاعة المائع اللي عندي اللي هو عبارة عن الهوى اللي انا بعتبره هو الغاز المثالي بتاعي بتثبته في جميع النقط اللي عندي طب اما اجا شوف بعد كده هو هيقول لي ايه تاني من النقطة 3 الاربعة اهو البي في 3 قس جامة بتساوي البي 3 البي اربعة في اربعة قس جامة يعني برضو التي اربعة على التي 3 بتساوي البي 3 على البي اربعة الكل قس جامة ناقص واحد طبعا هنا انا بعكس لان لو ضربت طرفين فواسطين هتديني التي 3 في البي 3 يبقى انا مغيرتش بالمعادلة حاجة طب هنا دورة الحجم السابت او دورة اوتو بجيب علاقة اسمها نسبة الانضغاط يعني العلاقة بين الحجم الاول للحجم التاني او الحجم الرابع للحجم التالت بقول الRV نسبة الانضغاط اللي هو العلاقة بين الحجم الاول على الحجم التاني او الحجم الرابع على الحجم التالت بقول نسبة الانضغاط بتساوي V1 على V2 او V4 على V3 لو انا ركزت كده في القانون بتاعي قال لا ده V1 على V2 أو V4 على V3 بتسوي T2 على T1 صح ولا لا من المعادلة اللي فاتت يبقى T2 على T1 بتسوي R في V بس كان القص بتاعها قص جامع ناقص واحد يبقى هنا T2 على T1 بتسوي RV قص جامع ناقص واحد قدر عوض من T2 للT1 بالT4 على T3 برضو بتسوي الRV على 1 T4 على T3 بتسوي 1 على الRV قص جامع ناقص واحد طب هنا انا عكست ليه لان انا عكست ان T4 على T3 مع ان المفروض T3 على T4 فانا عكست هنا نسبة الانضغاط عشان انا عكست الكس لولين طيب الاجراء من 2 ل3 زي ما قلنا الضغط هو اللي بيزيد والحجم سابت يبقى الطاقة اللي تبزلت لبزل الشغل بتسوي زيره ما فيش طاقة ما فيش طاقة حرارية عملت المكبس ما تحركش عندي لانه واقف هنا وسابت اهو لكن الضغط هو اللي عمال يزيد لحد ما يوصل لنقطة نهاية المشوار بتاعه او نقطة الاشتعال بتاعتي ويحصل الاشتعال هنا ويبدأ الغازات تطرد المكبس تانا او تضغط عليه تاني ترجعه تاني لنقطة الميتة السفلة تاني يبقى هنا الطاقة هنا هو الحجم بتاعه سبت المكبس بتاعه وقف ما بعملش شغل يبقى الطاقة الحرارية او الطاقة الشغل اللي ن например عن حركة المكبس بتسوي زيره ويبقى هنا المعادلة بتاعته بتسوي الكيو من 2 ل 3 بتسوي ميو 3 ناقص ميو 2 اليو 3 ناقص اليو 2 يبقى كيو من 2 ل 3 بتسوي اليو 3 ناقص اليو 2 طبعا هنا كمية طاقة حرارية المعطاة للخليط بتاعي او الغاز المثالي بتاعي اللي هنا عشان يحصل له اشتعال بتساوي الفرق من الطاقة الداخلية عند النقطة 3 للطاقة الداخلية للنقطة 2 وطبعا الشغل بساوي 0 مش هقدر اقول ان Q-W بتساوي 103-2 ولو قلت هقول بس هرجع عوض عن الشغل بساوي 0 لان الحجم هنا عندي قيمة سبتة يبقى المكبس ما عملش شغل عشان يولدلي طاقة حرارية نتجة عن الشغل بتاعي طيب انا اقدر بقول والله لQ انا عارف من 2-3 عند الحجم السابت بتساوي الM شوف انا بقول عند الحجم السابت بتساوي الM في CV يعني CV يعني الحرارة النوعية للمائع بتاعي عند سبوت الحجم في T3-T2 طيب لو الضغط اللي سابت هقول الM بتساوي CB-T3-T2 لو الضغط اللي سابت لكن هنا الحجم اللي سابت عندي فبقول MCV T3-T2 وقدرت اجيب الطاقة الحرارية بتاعتي طيب من النقطة 4 الواحد يا مستر ما هي نفس الموضوع ده الحجم هنا سابت اه قيمت واحدة اه لو انا نزلت كده بالخط بتاعي كده على خط الحجم هلاقي قيمة واحدة بس يبقى الحجم برضو سابت يبقى الطاقة المتولدة عن الشغل بتساوي 0 يبقى لQ من 4 لواحد الطاقة الحرارية المعطاة عشان المكبس بتاعي يتحرك من النقطة 4 للنقطة 1 بتساوي MU1-U4 اللي هي Q من 4 الواحد بتساوي MCV لانه عند الحجم سابت برافو عليك في T1-T4 وكده انا قدرت ادرس المنحنة بتاعي وقدرت اطلع معادلاتي من المنحنة وما استطعبش المنحنة وانا استصعب الرسمة ده بالعكس الرسمة بتسهل لي فهم القانون واستنتاجه وازاي احل بي نيجي نشوف كفاءة الدورة بقى عشان اقول ان الدورة دي كفاءتها قدية 50% 60% 100% بقول والله ان الدورة بتساوي انا بافترض ان الدورة في الحالة المثالية في الواحد الصحيح نقص T1 على T2 طب T1 على T2 ده عبارة عن ايه مقلوب نسبة الانضغاط عشان اجيب كفاءة الدورة الحرارية او الدورة المقاسة بتاعتي او القياسية بتاعتي للغاز المثالي بتاعي بقول ان الايتا بتساوي 1-61 على T2 لو درجة الحرارة المطلقة موجودة عندي عند النقطة واحد ودرجة الحرارة المطلقة موجودة عندي عند النقطة اتنين اقدر استخدم ايه تا بتساوي 1-61 على T2 طب درجة الحرارة مش موجودة عندي يبقى باشتغل على نسبة الانضغاط عندي اللي هي ال-RV بتساوي ال-1 ناقص ال-1 على ال-RV والسجامة ناقص واحد يبقى بقدر من هنا احسب الكفاءة الدورة بتاعتي او كفاءة الدورة بتاعتها تطلع كم في المية طيب زي ما تعودنا في سنة 5 بالذات ناخد القوانين وناخد مسألة نطبق القوانين بتاعتنا عشان ما نستغربش القانون او نستصعبه او نفتكر ان الحاجة صعبة علينا نشوف مثال كده بسيط مثال اه لا تعمل على دورة اوتو مثالية اه اه لا تعمل على دورة اوتو المثالية القطر الداخلي لاستوانتها 80 ملي متر تشوف او ومديني القطر ليه يبقى لازم هحسب ايه مساحة وما حسب مساحة هحسب حج وما حسب حج هادر احسب ضغط يبقى هنا كل بعطة في المسألة لازم افكر اوه مدهول ليه اه لا تعمل على دورة اوتو المثالية القطر الداخلي لإستواناتها 80 ملي متر طول مشوارها 124 ملي متر طول المشوار اللي هيتحركه المكبس بتاعي عبارة عن 124 ملي متر نسبة الانضغاط لها خلي بالك من 1 إلى 7 ونص عند بداية الانضغاط كانت الإستوانة خلي بالك على هواء تحتوي على هواء عند 15 درجة سنتجريت أو درجة سيلزي أو درجة مئوية زي ما تنطق برحتك بس تعرف ان دي لما اجا اشتغل عليها لازم احولها للدرجة الهين الكلفينية المطلقة بتاعتي يبقى لازم اجمع عليها 273 ما ينفعش اشتغل على 15 سنتجريت وقف وضغط 1 بار فإذا كانت أقصى درجة حرارة هي 1620 يعني الداني تي واحد والتي اتنين خلي بالك معي هو تي واحد وتي اتنين بس بالسنتجريت عين الضغط عايز الضغط والحج ودرجة الحرارة عند النقاط الرئيسية للدور يعني ايه عند النقطة بي واحد والنقطة بي اتنين والنقطة تلاتة والنقطة اربعة زي ما كان في المنحن به الكفاءة الهوائية القياسية اللي هي ايتا اللي احنا لسه حاسبينها دلوقتي وقالنا ان ايتا بتساوي واحد على تي واحد ناقص دي اتنين او الايتا بتساوي واحد على واحد على الار في والسجامة ناقص واحد اللي هو مقلوب نسبة الانضغاط طيب الكفاءة الهوائية القياسية علما بان السي في مديك الحرارة النوعية عند ثبوت الحجم لان انا هستخدمها ومديني الحرارة النوعية عند ثبوت الضغط لان انا هستخدمها يبقى على كل جزء من المنحنة هبدأ اشتغل السي في بتساوي 718 كيلو جول كل كيلو جرام في الكلفن او السي بي بتساوي واحد وخمسة من الف كيلو جول لكل كيلو جرام في الكلفن وابدأ احل المسألة بتاعتي واطلع المعطيات بتاعتي بالراحة كده ونحسب ازاي هنحل المسألة الدي بتاعت الاستوانة طبعا قطر الاستوانة 80 ملي متر اللي هو بيساوي 8 من الف متر طبعا 8 من الف ليه اسمنا على الف عشان نحول من ملي متر لمتر طيب الطول المشوار بتاعي اللي هو الـ 124 ملي متر اللي هو بيساوي 124 من الف متر اسمنا على الف نسبة الانضغاط اللي هي 7 ونص التي واحد 15 درجة سيريزية شفت جمعت عليها 273 عشان منساش وحولها للكيلفن اللي هي 288 درجة كلفيني التي تلاتة 1620 درجة سنتجريت زاعت 273 هتساوي 1893 درجة كلفيني البي واحد الضغط واحد بار بساوي 100 كيلو نيوتن لان انا اضربت في 100 لو عايزها بالنيوتن هاضرب في 10 قصة 5 يبقى انا عايزة هنا بالكيلو نيوتن اضرب في 100 بس يبقى 100 كيلو نيوتن على المتر المربع لان انا عارف ان الضغط عبارة عن مساحة بقوة على مساحة السي بي اللي هو مدهالي الحرارة النوعية عند ثبوت الضغط واحد وخمسمية الحرارة النوعية للمائعة بتاعي عند ثبوت الضغط بتاعي واحد وخمسة من الف كيلو جول لكل كيلو جرام في الكلفن والسي بي 718 كيلو جول لكل كيلو جرام في الكلفن طيب دي معطيات المسألة ورسمنا المنحنة بتاعنا وفكرنا في المنحنة بتاعنا من النقطة واحد لاثنين ومن اثنين لتلاتة ومن ثلاثة لاربعة طبعا قال لي هنا عند ثبوت الضغط وباستخدم العلاقة بتاعتي ان البي في الفي او السي جامع بتسوي سي وبشتغل عليها منحنة انا بقول هنا ان الجامع بتاعتي بجيبها ازاي هي عبارة عن النسبة بين الحرارة النوعية عند ثبوت الضغط على الحرارة النوعية عند ثبوت الحج وبحسبها الواحد وخمسة من الف على السبعمائة وطمانتاشر من الف هتسوي واحد واربعة من عشرة وقدرت احسب له الايه الجامع بتاعتي يبقى عرفنا هنا ازاي اجيب الجامع هي الالاقة او النسبة حاصل اسمه السي بي الحرارة النوعية عند ثبوت الضغط على الحرارة النوعية عند ثبوت الحج هيديني قيمة الجامع بتاعتي اللي انا باستخدمها في القانون بتاعي عشان ما تبقاش مستغرب القانون او تقول ده جم نين او احلي بالزاي هنا سويبت فوليوم او الحجم المزاح بتاعي عبارة عن الفي واحد نقص الفي تنين الفي واحد نقص الفي تنين طب ما احنا قلنا هوا مديني القطر ليه عشان احسب منه المساحة طب ومساحة مضربها في طول المشوار اللي هو مكان الارتفاع خلي بالك في المسألة اللي فاتت المساحة دي عبارة عن طول المشوار يديني الحجم بتاعي يبقى هنا الفي بتساوي الباي في القطر بتاعي تربيع على اربعة في طول المشوار يديني ستة وثلاثة وعشرين من مية في عشرة استسالة باربعة متر مكعب وده طلع الحجم بتاعي او الحجم اللي هيتحركه المكبس في طول المشوار اللي هو مية اربعة وعشرين ملي متر يبقى هنا حجم الكمية المزاحة او حجم اللي هيتحرك من الغاز بتاعي او حجم الغاز المسألي بتاعي اللي انا هشتغل عليه ستة وثلاثة وعشرين من مية في عشرة استسالة باربعة متر مكعب بتاعتي طيب انا قدرت اجيب الحج وقدرت اجيب الجامع بتاعتي يبقى اينا ناقصني ان انا احسب الار في اللي هي نسبة الانضغاط بين الحجم واحد والحجم اتنين الار في اللي هي بتساوي في واحد على في اتنين واقول انها طلعة بتساوي سبعة ونص اللي انا جايبها من نسبة الانضغاط اللي انا جايبها من نسبة الانضغاط يبقى الفي واحد هجيبها ازاي ما اشيل الار في وحط مكانها السبعة ونص بتاعتي يبقى سبعة ونص بتساوي في واحد على في اتنين يبقى الفي واحد بتساوي سبعة ونص في اتنين طب ما الفي اتنين انا جبتها اللي هي بكام بستة وثلاثة وعشرين من مية في عشرة استسالة باربعة دي عبارة عن الفي واحد ناقص الفي اتنين طب ما انا اشيل بقى في واحد وحط مكانها سبعة ونص في اتنين ناقص الفي اتنين بتساوي ستة وثلاثة وعشرين من مية في عشرة استسالة باربعة لما اطرح كده 7.5 نقص الواحد يبقى 6.5 V2 بتساوي 6.23 من مية في 10 أسسالة باربعة يبقى قدرت اقدر من هنا احسب V2 اللي هي هتساوي 6.23 من مية في 10 أسسالة باربعة على 6.5 هتساوي 9.6 من 10 في 10 أسسالة بخمسة متر مكعب وهنا اقدرت احسب V2 الحجم عند النقطة 2 اجيب الحجم عند النقطة 1 اللي هو V1 بتساوي 7.5 في 9.6 من 10 في 10 أسسالة بخمسة يطلع 7.2 من 10 في 10 أسسالة باربعة متر طبعا انا شغال على المنحنة اتفقنا ان V1 V1 بتساوي V2 V2 القس طبعا جامع في الاثنين يبقى V2 بتساوي V1 V1 على V2 لكل قس جامع ومن هنا اقدر اجيب V2 اللي هي بتساوي 1 في 7.5 الكل قس 1 و 4 من 10 تطلع ب 16 و 79 من 100 بار لو انا عايز اكمل المسألة بتاعتي اقول ان V1 على V1 على T1 بتساوي V2 V2 على T2 ومن هنا اقدر اجيب قيمة T2 بعوض بالمعطيات بتاعتها تطلع ل T2 644 و 79 من 100 وقدرت احسب T2 لو عوضت برضو في V2 V2 على T2 بتساوي V3 على V3 على T3 هقدر اجيب V3 وكده نكون قدرنا نحل مسألتنا في جميع النقط المختلفة وهسيبك انت تكملها كهمورك بسيط كده انا قلت لك الفكرة وقلت لك الحل بتاعي اهو بس سايبك انت تحط الحروف بتاعتك او النقط بتاعتك وتبدأ تكمل حل المسألة ان شاء الله المرة الجاية نكمل على برضو جزئية الديناميكا الحرارية لحد ما نقدر نخلص الجزئية بتاعتها ويريت نكون قدرنا نستوعب جزء النهاردة نطبق بحل المسائل ونحفظ قوانيننا كويس عشان نقدر نفهم اي مسألة ونحلها اترككم في رعاية الله وامنه ومتمنيا لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته